المسيح قام اللي اكتشفته ولي بدأي شكر فيه هو الناس الناس ان كانوا بلبنان برات لبنان وينما كانوا موجودين لان الحقيقة وقتا ربنا بيحب انسان بيخلي الناس تحبه الدموع اللي شفتها بعيون الناس المساجات اللي شفتها بعيون الناس الكلمات اللي سمعتها اكبر دليل انه ربنا اختار الانسان المناسب نحن اليوم عم نزعل بانانية انا سعيد اليوم صدقوني اني سعيد ومش عم بتكيبر ومش عم بمزح انا سعيد لانه اللي عم حسوا بقلبي من جوه شي كتير حلو محبتكن لعسام شبهتها بهاليومين اللي سألت ربنا اذا في رسالة معي اني حابب انه يبعث ليها بين البكي وبين الاعدات وقعدت انا وعسام حكينا لانه انا بعرف انه هو راح بالجسد بس بالروح بقي معي ثلاثة وثلاثين سنة اي سؤال بدي اسألوا اياه بعرف جوابوا عليه حتى لو ما جوابني انا اعتبرت انه عسام اليوم مثله مثل المغترب بيجي عرض عمل وبيروح على بلد تاني يجي عرض عمل من ربنا كرمال يكون من جنوده بالسماء وهيدي كلكن بتوسقوا فيها لانه ما حدا قال لي اليوم الله يرحم عسام قال لي صار عندكن ملاك الفرق بينه وبين المغترب انه المغترب نتأمل باللقاء نتأمل باتصال اللقاء رح يصير كل انسان حيكون موجود بهذا اللقاء بنهار من الايام ورح يصير لانه حتى المغترب ما بدون ضمن انه نتلاقى فيه اما الاتصال كل واحد منكن اللي عارف عسام ولي بيعرف صراحة من هو عسام بيعرف انه اي سؤال جوابه عنده هو حتى لو ما سمعوا منه ابو عسام وم عسام انتو علمتونا على الايمان وعلمتونا على الرجا انتو ربيتونا وخليتونا نكون اخوي الكل اللي عم يطلب مني اني اوقف حدكن بس انا عم بطلب منكن انتو توقفوا حدي لانه نحنا انكسرنا يمكن بعسام لأ ربنا اخدوه بس نحنا كعائلة قدرين نحول يمكنها المصيبة اللي نحنا شايفينها مصيبة بس انا شايفها انها نعمة قدرين نحولها لنعمة حقيقية واللي مبسوط فيه كمان وما كان فيني اعملوا من قبل مش كان لازم تكون هادي الاخسارة بس ما رحكون قناني يسوع بيستهل عسام اكتر مني انو انا اخسرت عسام الخي بس رح اكسب عسام الابن رح اكسب ابني عسام اللي رح يرجع فل كخي ورجع كابن اما عسام اللي بدي اقللو هو شريك حياتي رسم بقلبي رسالة كان بعتلي اياها يمكن على مساج بيقلي انت شقفة مني انت سندي بالحياة الله يخليلي اياك بحبك انا اللي بحبك وبعرف قديش انت اليوم قلبك محروق على كل واحد عم يبكيك على امك على بيك علي على اختك على كل الناس انا بقول لك روح بسلام ما حدا يطلب من عسام يرجع خلوه يروح لانه هو كل واحد بيطلب منه رجع بصير يفكر وبضيع وروح وبضيع توفى عسام بنهار الرحمة الالهية اللي حط هالعيد هو البابا الاديس جون بول دو وتوفى بنفس النهار توفى بعيد الرحمة الالهية وكان اديس نحن عشنا 33 سنة انا وهالخي 33 سنة كنا روحين بجسدين اليوم صرنا روحين بجسد واحد بوعدك بوعدك قدام كل هالناس اللي موجودين ولي عم بيشوفونا انه كل بسمة انت رسمتها هجرب ارسم دوبل عنه ها ابتسم عنك وعني ها اشتري تيب عنك وعني ها اعمل اللي ما بين عمل بالحياة تضل الناس كلها تتذكرك هيدا نهار ما بنتذكروا إلا فرح لانو انت بالنسبة لقيل الحياة كلها اي سؤال حدا بيطرحوا رح يلاقي جوابوا عنده ما حدا عيش مع عسام اكتر ما انا عيشت معه نحن صرنا واحد روحين عم بيفكروا بجسد واحد هيدا قوة وهيدا الخاتم اللي اخدتوا منه وقت الحادث اول واحد شفتوا اخدت منه هيدا الخاتم وعد انه رح يبقى بحياتي كلها لنهار اللي موت فيه يبقى لانك رح تبقى بذكري رح تبقى بحياتي رح تبقى بنجاحي لابتسامي بديها ترجع لانو الناس تعودت علينا تبتسم تعودت علينا نبتسم ولي بيحبوه فينا انه كانوا يشوفوا صورة الله فينا وهيدا اللي رح يبقى انا بشكر كل واحد منكم كل واحد منكم كان موجود حدنا بيها العرس بيها التهيني بيها كل شي اللي عشني فرحوا لانه عصام اجتوا وظيفة عند الله وهيدا الوظيفة هو بيستحق ربنا ما رح يبعط له عرض عمل بالايميل رح ياخدوا هو بطريقته واخدوا لعصام بطريقته انا بشكركم من كل قلبي بشكر كل انسان بحبنا لانه المحبة ما بتنشرع المحبة بتنكسب بابا انت اللي وصلتنا نكون هون بنهار من الايام وانت يا ماما اللي خليتينا نكون نحصد هالمحبة من الناس التهيني رح تكون لعصام اليوم بكرة بكنيسة مرجريس وانهار الخميس رح تكون ببيروت بكنيسة مارلياس الانطاري هالتهيني اللي هي تهيني بالفرح تهيني بعرس المسيح بعرس عصام مع السماء الله يقويكن ونصيحة لكل خي مخينق مع خيه لكل انسان حابب يعمل شي مع خيه وعد تتأخره في كتير قصص كنت عابل اعملها مع عصام رح اعملها لحالي بسكرة أعملها